اشتركوا في القناة اهم هدف عندها الحفاظ على البيئة او الحفاظ على هذه الطيور تؤمن المسابقة لما نعرض صور قوية راح تصير في توعي الناس للحفاظ على الجهود البيئية مو بس هذا الشي راح نلهم الآخرين ان يحافظون على كوكب الأرض المسابقة مفتوحة لأي شخص من انحاء العالم يقدر يشارك فيها وتقدر ترسل صورك من الفئات الموجودة في المسابقة وفيه جوائز لكل فئة الأول والثاني والثالث حق كل فئة من الفئات ومو بس شدي راح تلقي جائزة الكبرى والجائزة الكبرى بقيمة خمس آلاف باوند كذلك تحصل على لقب أفضل مصور طيور لهذا العام وهذه اسمها الجائزة الكبرى المسابقة ما تركز فقط على التقاط الصور النادرة في أماكن غريبة في أماكن نائية من العالم فقط ولكن تقدر التقنية والمهارة والإبداع أكثر من أي شيء آخر سواء كنت في غابات الأمازون تمحث عن طير ولا بغبغاء نادر في مكان معين أو كنت في بركة الماي اللي فيها البط في خلف المنزل يعني يصير لك أنت فرصة للمشاركة والفوز عن طريق أيش؟ عن طريق الإضاءة اللمسة الفنية السلوك أو بهيفير هذا الطيور اللي تشد انتباه المحكمين اللي قدرون مثل هذه اللقطات فلا تقول إنه لازم تصور تكون نادرة ولا صعب حيلا عشان أفوز مشارك هذا الشيء مسابقة أفضل مصور طيور لهذا العام تجمع صور من جميع أنحاء العالم وتعزز الوعي بمدى ثراء كوكب الأرض بهذه الفصائل الجميلة من الطيور وسنويا يتم إصدار كتاب جميل جدا يحتوي على أجمل المشاركات والصور مطبوعة في هذا الكتاب فشيء جميل إن صورك تطبع في هذا الكتاب الجميل مسابقة أفضل مصور طيور لهذا العام تربطها علاقة وثيقة بالجمعيات الخيرية المختصة بالحفاظ على البيئة وتتبرع بحصة من أرباحها إلى جمعية طيور على الحافة الخيرية كل عام محاولة لدعم المشاريع في الحفاظ على البيئة وحياة هذه المخلوقات الجميلة الرائعة كيف تدخل المسابقة؟ لازم تشتري تيكت أو تذكرة الدخول لهذه المسابقة عن طريق لوحة التحكم وكل نقطة هي عبارة عن رصيد إنك تحط فيه صورة فكل نقطة رصيد يعني صورة تقدر تشارك فيها في هذه المسابقة بعد ذلك ممكن إنك تبدأ ترفع صورك على الموقع اختر الفئة اللي تبي تشارك فيها وتأكد أن أغلب المعلومات المتعلقة في هذه الصورة إنك تكتبها جداً تقدر هذه الشغلة المسابقة والحكام خلفية الصورة، تعليقك، معلومات على التقنية لصور فيها العدسات مثلاً القصة وراء اللغة وإن كنت هل يحتاج تصريح لأنك تصور هذه الصورة قدم المعلومات سواءً باللغة الإنجليزية أو بلغتك الأم مثلاً باللغة العربية وما عندك مشكلة راح تحاول مسابقة أن تترجمها إلى اللغة الإنجليزية ولا تنسى أن الحكام يحبون قراءة القصص وراء كل صورة بعد ذلك ارفع صور حجمها أقل من 2 ميجا واضغط على زر إرسال يمكنك أنك تعدل تحذف تعدل على الصور إلى تاريخ إغلاق المسابقة وبعد تاريخ الإغلاق ما راح تقدر تعدل على الصور اللي رفعتها أي شيء أيضاً في جائزتين جائزة ملف نماذج الأعمال وجائزة الحفاظ على البيئة واللي تحتاج 6 نقاط لدخول هذه الجائزة ويمكنك أن ترفع 6 صور في كل مرة وسيتم الحكم عليها كمجموعة اللي هي جائزة الأعمال اللي مع بعض جائزة ملف نماذج الأعمال تركز على مدى مهارة المصور أن يحط collection أو مجموعة مع بعض بينما جائزة الحفاظ على البيئة تركز على الرسالة والقصة القوية اللي تدعم جهود الحفاظ على البيئة بالنسبة حق مسابقة المراهقين أو يسمونها مسابقة الخمسة عشر سنة وأقل دخولها مجاني فشون تنطلون أنكم ما تشجعون أولادكم أو أخوانكم من يدخلون هذا المسابقة وتكون لهم فرصة في طباعة صورهم على هذا الكتاب بانتظار وأشجع أن أي شخص عنده أي صورة بطير ممكن أن يجرب وشارك فيها وإن شاء الله نشوفكم متوجين على المنصة وأدعو لكل أن يشارك في هذه المسابقة بالتوفيق يا رب للجميع ترجمة نانسي قنقر